حركة طالبان تعطي أوامر وتعليمات جديدة لوسائل الإعلام بأنه عليها أن تلتزم بالقيم الإسلامية وأن هناك شروط ومحاذير على الجميع اتباعها أمام حضرتكم من روسيا اليوم وأيضاً وكالة الأنباء الروسية في بوتينغ نشاهد طالبان تحس وسائل الإعلام في أفغانستان على اتباع القيم الإسلامية طبعاً حركة طالبان الآن نتحدث عنها عن أنها هي التي تسود هي التي تحكم هي التي الآن تحاول الدفاع عن كل مقدرات الشعب الأفغاني خاصة مع حصول الولايات المتحدة الأمريكية واستحواذها على العشرة مليارات التباع المصرف المركزي الأفغاني وحتى الآن لم تمنحها لحركة طالبان التي تتوعد والتي تحاول الحصول عليها بشطة طرق لذلك تقوم بالعديد من المحادثات مع الدول الأوروبية وأيضاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل الحصول على هذا الأمر حركة طالبان قامت بحس وسائل الإعلام في أفغانستان على اتباع القيم الإسلامية حرصاً منها على أن يتواجد مجتمع إسلامي قوي داخل الدولة الأفغانية لذلك دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا لكي نشاهد مزيداً من تفاصيل حيال هذا الأمر وما هي التصريحات التي صرحت بها حركة طالبان حركة طالبان تصرح بأن الإعلام في أفغانستان يجب أن يكون محايداً وملتزماً بالقيم الإسلامية وكتب المتحدث باسم طالبان زبيح الله مجاهد على تويتر إن الإمارة الإسلامية ملتزمة بحرية الإعلام لكن الإعلام مطلوب أيضاً أن يكون محايداً وملتزماً بالقيم الإسلامية والوطنية نسعى لإزالة العقبات لوسائل الإعلام وحفها على الالتزام بقانون الإعلام اشتركوا في القناة